اخرى احكلمك عنها هي التركيب الكيميائية بق انا كل شو عامل اقولك زينكوكسايد 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 او الثانية مدوكسايد وما فيش غير الاكسايد لا في مليون مادة كيميائية ممكن نحضرها في سورة نانو متيريلا فمثلا الميتلز ممكن نستحضر جزائيات مثلا جزائيات الدهب النانو متيرية اللي هو الجولد نانو بارتيكالز ممكن الفضة سيلفر نانو بارتيكالز ايران نيكل في متلز كتير خلي بالك ان الجولد ده ممكن يتحضر نانو بارتيكالز ويتحضر نانو رودز ويتحضر نانو اي شكل تاني فانا قلتلك من زمان انه في اختلافات كتير الجولد في ساعة كبيرة جدا في علم النانو متيريلاز انا هنا بكلمك عن تركيب الكيميائي النيكل ده يتحضر بكذا شكل يتحضر بكذا سايز يعني انا ممكن احضر نيكل نانو بارتيكالز 30 نانو ممكن احضر نيكل نانو بارتيكالز 70 نانو دي خصائص ودي خصائص وهكذا في مثل اكسايدز زي ما كلمتك عن الزينك اكسايد والكبر اكسايدز والحاجات دي في مثل اكسايدز يعني معقدة سنة او اعلى سنة زي كبر فرايت نيكل فرايت دي اسمها سوديوم تيتانيت لو انت مش مؤتمر بيهم اول مش غير شباك بيهم بس دي بعض انواع في حاجة اسمها هيدروكسايدز ممكن اتكلم عنها كمان شوية الاكسايد يعني مع اكسوجين هيدروكسايد يعني معه ففي نوع من انواع المواد بيبقى معها او اتش زي كده باسمه كبر ايران الدي اش دي عيلة معاينة من المواد ممكن اتكلم عنها بعدين سالفايدز ممكن احضر كادميام سالفايدز ودي مشهورة اوي في القونتم دوتز كبر سالفايد وهكذا نايترايدز ممكن احضر حاجة معها نايتروجين كل دول اسمها عيلة المواد الغير العضوية الين ارجانيك نانو بانتيكس او انت ممكن تلاقي كتاب منكلمك عن الين ارجانيك نانو ماتيليات شريحهم بالتفصيل ومنكلم عنهم بالتفصيل في نوع تانية اسمها الكربونيشاس اللي هي من الكربون زي الجرافين الكربون نانو تيوبس الفلورينز النانو كربونز والكلام ده في عيلة تالتة اسمها الارجانيك المواد العضوية زي مثلا الكيتوزين او الشيتوزين زي الستارش النشا بيحضروا نشا نانو بارتيكلز ممكن سولد لبت نانو بارتيكلز الجزئي دي بصراحة مشتغلتش فيها كتير فانا يعني مش حابب ان اتكلم عنها كتير بس ليها شغلها وليها الناس اللي بيحبوا يحضروا فيها يعني بوليمرز حتى يحضر بوليمر نانو بارتيكلز طبعا مشهورة جدا وكتير جدا الهايبر بتبقى خليط ما بين حاكتين زي الميتال اوغانيك فريم ووكس دي برضو محتاجة شغل كتير وقراية كتير نتكلم عنها ومش هتهم الناس كتير فايه اشتازم احضر زينكوكسايت بس انا ممكن اعمله دوبينج يعني ممكن اطعامه بحاجة تانية جنب الزينك مثلا عشان حسن خصائصه فانا ممكن اقلل شوية من الزينك اللي موجود واحط شوية كبر معاه فاطلع مادة اسمها مثلا كبر واحد من عشرة زينك تسعة من عشرة واحد يقول لي لا لا ما يشي تانية واحدة انا باكره الكيمياة طول حياتي وش عارف ايه اللي حصل لدلوقتي واحدة 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 ده كل واحدة زينك ماسكة في واحدة اكسوجين خلاص او واحد لواحد وصدت بعد يعني انا ممكن بدل ما حط كله زينك اخلي حط صغرين خالص من الكبر النحيس فاخلي كبر واحد من عشرة زينك تسعة من عشرة يعني تقريبا كل واحدة كبر وصدتها تسعة زينك وبعدين كل دول ماسكين في الاكسوجين مع بعض ما شغلش بقى كتير قوي بالتفاصيل بس انا عايز افهمك الكيمستري ماشية زي لاحظ ان ده ده زينكوكسايد اسمه كبر دوب دي زينكوكسايد يعني زينكوكسايد مطاعم بالنحيس ودخول النحيس هنا بيغير خصائص فتاعته كتير لاحظ ان ده مش ده لو انت حضرت كبروكسايد لوحده وزينكوكسايد لوحده او حضرت بحيث ان طلع كبروكسايد بس وزينكوكسايد بس دي مادة ودي مادة الاتنين موجودين مع بعض لكن دي مادة واحدة ده زينكوكسايد بس مطاعم بالنحيس الحتة دي تيه لسنة بس عادي مش مهم ما هي همكش نتعرض لها نساء الله احطى واحدة بعد كده بس انا عايز اوصل لك الفكرة ايه انه ممكن واحد بدل ما يحضر زين كوكسايد بكل الكلام اللي كلامتا فيه اللي فادة قبل كده يحضروا برضو تاني مثلا نانو ويرز او نانو شيدز او نانو رودز او مش عارف ايه وصائز مختلفة ومش عارف كل كل كلام اللي بتقولك ده وبعدين كل ما يحضرهم يتعامهم بنسب مختلف يعني مثلا يتعامهم بنسبة نحاس مثلا بوينت وان مع دين نسبة نحاس بوينت اتنين بوينت تلاتة بوينت اربعة وهكذا نسبة تطعيم دي تختلف ممكن ما يتعامش بحاجة واحدة زي النحاس ممكن يتعام بحاجة ديم يعني حط نيكل ونحاس ويبدلهم مكان الزنك يقلل للزنك شوية يحط نيكل ونحاس وهكذا يسمو تطعيم مزدوك فيه مثلا لما يكون عندي اكسيد زي كده هوت كبر في الريط مثلا يعني فيه نحاس وفيه حديد وفيه اكسوجين كله مزهين في بعض ممكن ابدل شوية من النحاس بحاجة مسلا زي الكوبلت وبدل شوية من الحديد بحاجة زي الألمونيوم فبرضو ممكن اعمل مركب بالشكل ده فانت لو قيّد بحس بالشكل ده ما يخدكش عادي الاصل بتاعه ان ده الكبر وده الحديد وده الاكسوجين زي بعضين هوت بس الحديد قللنا منه شوية وحطتنا ألومونيوم والنحاس قللنا منه شوية وحطينا كوبة. ده بيحسن خصائصه كتير جدا. آآ اختم معاك الفيديو سريعا. اي مادة من دول ما انت عايز تحضرهم مسلا حيوالياكم مسلا الاكسيد الزينك. ممكن نحضره نعمله يعني نعمله تطعيم بعناصر تانية عشان تحسن خصائص بتاعته. ومن غير تطعيم الزينك اوكسايد نفسه ممكن نحضره في اشكال كتير زي ما انت شفت نهوت. كل شكل من دول بسايزوس مختلفة. ممكن نزبط كريستالينيتي. ممكن نغير طرق التحضير بتاعته. ممكن نغير آآ ده اشهر حاجات يعني طريقة التحضير. وبالتالي ده اللي كان يجاوبك على سؤال اللي انا قطلت لك في اول الجزئية دي. قطلت لك انا ممكن نحضر مليون نوع زي كوكسايد في النانو سكيل. مليون نوع. انه فعلا مليون حاجة من زي كوكسايد بس. فتخيل بقى كل واحد من دول ممكن يتحضر منه كمية تعانيات دي. فيهمني ان انت لما تخش تتعامل مع اي مادة نانو. تسأل نفسك. رقم واحد هي من عائلة اي من العائلات دي? هل هي اين اورجانيك? ولا كربونيشوس ولا اورجانيك? رقم اتنين. اه شكلها عامل ازاي? هل هي زيرو دي وان دي تو دي? رقم تلاتة. بتاعها الدي هي كم نانو? ابعادها كم نانو? بعد كده بقيت الحاجات دي مش تفرمعك قوي. اللي انا كلمتك فيه في بقية الفيديوهات مش حايفرمعك قوي. لو احتاجت قوي احنا ما نشوفه في النبحاث ان شاء لكن ده اللي اهمني انت تكون ايه? طبعا لو في توبينج ولا ما فيش دي حاجة تبقى بعينها اويفي البحس يعني. اتمنى انت كده تكون فهمت المادة الواحدة ممكن نلعب فيها ازاي عشان يطلع منها عينات نانو مترية. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك لو كاندي عينات مادتين بقى. لو عايز اعمل مادتين نانو مع بعض ما انا مش شرط احضر زينكوكسايد بس. انا ممكن احضر زينكوكسايد وحط على سطحه شوية جولد شوية ذهب. احط على سطحه شوية فضة. شوية سيلفر. يبقى زينكوكسايد ده الاساس وفوق منه شوية سيلفر نانو بارتيكس. احضرهم ازاي? اعملهم ازاي? افتحينا اتكلم معك شوية كده? هنفتح المواضيع مع بعض بإذنها في الفيديوهات اللي جاي. شكرا.